السلام عليكم كيف نستفيد من احتباس السوائل في بناء العضلات وخسارة الدهون كان احد الاسئلة اللي طرحتها قبل فترة وعطيت مجال للمتابعين 24 ساعة اللي اجابة على السؤال يربح معنا 3 شهور تدريب وانلاين مجانا لم تكن اجابات شافية اعطيت مجال كمان مرة للاجابة على هذا السؤال في فيديو اخر وعطيت مجال انه حتى كمان خبراء التدريب والتغذية انه ممكن يحطوا اجاباتهم في هذا السؤال اقرب اجابة تمام موجودة معنا رح احكي لكم من هذا الشخص في نهاية هذا الفيديو سؤال جدا واضح واجابته جدا سهله نستفيد من هذا الامر في بناء العضلات وخسارة الدهون من خلال الملح اليون الاكسجين التعرق وحاجة خامسة رح نخليها في نهاية الفيديو نبدأ بالملح احباتي الملح له وظائف ومهام كثيرة احد اهمها حفز عضل قلب في ضبق الدم وبالتالي ايصال العناصر الغذائية بصورة صحيحة للنسيج العضلي ملح له اهمية ودور كبير في موضوع انقباض العضلات وبالتالي هذول الامرين ساعدوا في عملية بناء العضلات كلما ازداد البناء العضلي كلما ازداد معدلات حرق الدهون نأتي بنقطة رقم 2 وجود اليود وجود الملح يعني وجود اليود في جسمك وجود المي واحتباس السوال يعني وجود اليود احبتي في جسمك اليود احد مهامه هو الحفاظ على نشاط نشاط الغدة الدرقية نشاط الغدة الدرقية يعني ارتفاع معدلات متابوليزم النقطة رقم 3 اللي هي التعرق قدي الى تبريد الجسم وبالتالي الاستمرارية في نشاط في نشاطك الحركي لما قول نشاط حركي يساوي حرق سعرات حرارية النقطة رقم 4 الأكسجين وجود هذا الاحتباس احتباس سوال يساعد في توزيع الاكسجين لجميع انحاء جسمك النقطة رقم 5 مكمل الكرياتين نعلم جميعنا ان مكمل الكرياتين يقوم بحبس المياه داخل نسج العضري بالتالي سيساعد في زيادة حجم البناء العضري وكلما ازداد بناء العضلات كلما ازداد معدلات حرق الدهون وانا اعلم ان البعض وضع هذا الامر في التعليقات ولكن احبتي ان مش كل الناس بتاخد مكمل الكرياتين وانا اعلم اهميته اعلم ان الكرياتين هو مهم وانا اعلم اهميته وشرحت سابق الفيديوهات عن اهمية مكمل الكرياتين وتفاصيل عن هذا الامر جيد لو أحبت نظرنا إلى عمال البناء اللي بيبنوا العمرات هدول أو اللي بيسموهم عنا في بلادنا عمال الطبار تمام؟ طبعا يعطيهم ألف عافية لأن الناس بيتعبوا بجل أحبت لدي جيم في عندي ناس في الجيم بتاخدش مكمل كريتين ليه ما بتاخده؟ طبعا بيكون ممكن والدين وما نعينه الوالدين ممنون لا مبناش كابتل ما تعطيه مكمل كريتين بدناش نعطيه مكملات وكذا أو حتى المبتدئين حتى المبتدئين أحبت اللي بيبدو في اللعبة وحتى ما ياخدوش مكملات بتلاقي يبدأ ظهور البناء العضل عليهم وأنا أعلم أنها ميت كريتين جيدة أعلم اللي بياخد كريتين نتيجته حتكون تمام؟ هي الأفضل من اللي ما بياخد مكمل الكريتين وأنا أعلم حبتي كل هذا الشي اللي تحدثنا فيه يعتمد في المقام الأول على جينات أسامنا ونوعية الأسام أعلم هذا الأمر أعلم بالنسبة للي عرف الإجابة طبعا إجابته كانت نوعا ما قريبة هي مش كامل ولكن نوعا ما قريبة هو رجع حلل الفيديوهات اللي أنا كانت شرحها وتفاجأت من الكلام الحكالية لنرفع له القبعة قائلا بكل صراحة إنه يا كابتن أنا هيك أصلا طبعا طلعت بشترك معنا بفريق الغول تمام؟ وقال لي يا كابتن أن هيك أصلا بشترك معاك فغيري أشدر مني إن أنا ياخد هاي الهدية بس ولكني اللي عندك شرط يا كابتن أنك تعطيه لأ شخص فعلا هو بحاجة تدريب أولاين فعلا أو خلنا نقول ظروفه ما بتسمح لنيشترك أولاين إن شاء الله بالفيديو القادم رح نعمل قرعة سؤال جدا جدا بسيط وخفيف فرحكون في قرعة وإن شاء الله تعالى رح نعمل أرفع فيديو ونضع سؤال وحيكون طبعا يعني شروط بسيطة جدا في موضوع هذه القرعة وإن شاء الله رح نختار شخص اللي ياخد ثلاث شهور كاملات تدريب أولاين إن شاء الله تعالى هذا جل ما لدي تحية لكم وإلى اللقاء